عدت على الرباب وقلت ما هدي مثال اخر واحد الجسم يبقى الاتنين متر والصورة تبقى الاتنين 25 سنتي يبقى الصورة تبقى الاتنين متر يبقى واحدة على اتنين زي ما هي يبقى نص وحطها في ذهني الصورة 25 يبقى 100 على 25 باربعة يبقى نص زي الأربعة يبقى قوت العجسة او اربعة و نص خدت بالك انا بحلش بارقة و قلم انا و انا بقى ارى المالب الهيدن بيبقى الاجابة جات في بماغي نيجي اخر مسألة بقى ومفروض انها الأصعب قليلا image size طول الصورة المعادلة بتقول image distance على object distance يعني بعد الصورة على بعد الجسم يساوي طول الصورة image length على object length اقول لك حاجة في المعادلة دي ببوص حالة واحدة بس لو حطيت في هذا الطرف image على object لازم الناحة التانية image على object برضو من حاجة تقولها بالعكس object على image يبقى الناحة التانية object على image يبقى لازم فوق image كله على الناحة التانية او فوق object على الناحة التانية بس دي نبهتك الغلطة اللي تعملها هيديك ثلاثة ويقول لك يطلب الرابعة طالب قال لي سهلة جدا تبقى طرفين في وسطين سهلة طبعا دي الطريقة المعتادة بس دي الطريقة بتاعتهم مش بتاعتنا احنا اكتر ذكاء من ذلك فبنحلش بالطريقة دي احنا بنحل واحنا بنقرأ المسألة انا اقول هلك بصورة اعمق عارف المعادلة دي معناها ايه ان العلاقة بين بعد الجسم وبعد الصورة هي نفسها هي نفسها العلاقة بين طول الجسم وطول الصورة فانا عاوزك اما يديك اول رقمين تجيب العلاقة يعني لو قال لي object distance بيبقى متر والimage distance 10 سنتي المتر قدل 10 سنتي كم مرة عشر مرات يبقى خلاص يبقى فهمنا ان object قد الimage عشر مرات يبقى لو قال لي object طوله 2 متر يبقى الimage length قد ايه قد دي عشر مرات يبقى عشرين سنتي عش كده انا عمري ما بعمل طرفين وسطين واحد المقامات الحاجات دي بتاعت خلينا نقولها الاسلوب مهزب غير الاسكاء وانت فاهم انا قصده ايه هم ما يعملوا طرفين وسطين هم ما يوحدوا المقامات احنا بنعملش الكلام احنا وإحنا بنقرأ رأس المسألة وحطت ايديك في جيبك بتحل المسألة هذه المعادلة رياضية بمعناها ان العلاقة بين بعض الصورة وبعد الجسم هي نفسها العلاقة بين طول الصورة طول الجسم وطول الصورة ودي مثال آخر لو قال لي الابجيك ديستانس عشر متر والامج ديستانس متر يبقى دا قد دا كم مرة عشر مرات طيب لو كان الابجيك لينث خمسين سنتي يبقى الامج لينث كم سنتي خمسة سنتي واحنا بنحل واحنا بنتكلم وعلى فكرة انا بقول المسألة دي اي حاجة بتيجي في المائل لازم نفكر يا شباب زي كنت تعلمتكم مرة لما اقول لك اي رقمين مضربين في 11 تحلها ازاي 17 في 11 اجابة 187 11 في 12 13 11 في 14 154 هتقول لك بتحل بالسرعة دي ازاي اقول هالك سهلا قوي اي رقمين تضربهم في 11 الناتج 3 ارقام 11 في 17 ابعد خلي 1 دي اول رقم و7 دي اخر رقم في الطرفين مين الرقم التالت اللي في النص اجمع 1 زي 7 8 يبقى 187 تاني 11 في 17 الحاصل 3 ارقام اول رقم فيهم هو 1 بتاع السبعتاشر واخر رقم هو السبعة بتاع السبعتاشر طب الرقم اللي في النص حاصل جمع الرقمين بتاع السبعتاشر 1 و 7 يبقى 8 وعليهم يقول لك 11 في 12 حل معايا يبقى في اول رقم واحد واخر رقم 2 بتاع السبعتاشر طب اللي في النص اجمع 1 و 2 يبقى 3 يبقى 132 11 في 15 عملتها انت تبقى 165 وي هاف تو ثينك تو ثينك مش هجقول مسائل ومحلناش عيب 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 اقلب الصفحات المفضلين تقل للبروتكتيف ميكانيزمز of the eye بيقولوا في أمثلتنا العين عليها حارس العين عليها حارس فعلا الناس بالفطرة عرفة العين عليها حارس عرف إيه أهمية العين وهتقول لي بنشوف بيها لأ أنا عاوز الأهمية العلمية يعني ليه العين هي جزء مهم أنا أقول لك حاجة رطيفة جدا يمكن الناس كيرا ما فكروش فيها إن حقيقة الأمر إن العين جزء من central nervous system اقتضى الأمر إنها هتبقى موجودة برة الجمجمة يعني كل الbrain موجود داخل العين حتة من nervous system بس مقتضيات الأمر لسي ما موجودة برة واحد يقول لي طب ممكن تثبتها لي هقول لك الإثبات ومش هيسألوك فيها على فكرة كذبوا فوقه إنه الأكيا سيومر سائل العين زي سريبرو سبانان الفليويد تعلموه الأوبتيك نيرف زي التراكت يعني كل النيرفز لما تقطعها تريجين ريت لإن عندها نيروليمال شيل لكن التراكت سجوا السين إنها محمية ربنا ما عمل لهاش نيروليمال شيل التراكت الوحيد اللي برة central nervous system ولو تقطع داز نوت ريجين ريت هو الأوبتيك نيرف والريتنا فيها نيرفوس إليمينتز زي البريد زي central nervous system يبقى ده حاجة اعتبرها فقط المعنوات العامة ليه بنقول سؤال protective mechanism ذو الضعال ليه العين عليها حارس الناس بتقولها كده لإنها جزء من central nervous system اقتل الأمر أن يتواجب بخارجه طيب برضو في طريقتنا في الشرح هي هي ما مدهرهاش بنقول عدد النقط اللي هنأتكلم فيها ليه mental set تهيئ زي في خمس نقط لو سورة الحفظ هناخد اتنين مع بعض اتنين مع بعض لهم علاقة مش بناخد اي حاجة وبعينوا واحدة لو واحدة أول اتنين هم أسهل اتنين posterior two thirds محمي بالbony orbit طيب والأنتير one third محمي بالأيليد بالجفن العين تمام يبقى دي أسهل حاجة ده كلام أطفال طيب نبرة ثلاثة اللي وحدها تير فيلم ان فيه دموع هنا دي فيها سؤال msq برضو ده غريبا نظري غلط ما بيجيش يعني مرة واحدة يمكن يجي وتبقى تضييع السؤال وعا بيجي واحد سؤال واحد في special sense ومنضيعه في protective msq ونسيب الحاجات بتاعتنا الضرب المايوبيا والهايبرمتروبيا والأستيجماتيزم والكلام ده والماء الزرقى والكاترك طوال البيضة معقولة التير ده فيها msq الدموع ايزوتونيك زي البلازمة مستوية في الضغط الاسموزي للبلازمة البي اتش بتاعها زي البلازمة 7.4 حتى قلتلك كلمة البي اتش جاي بينها منين power of hydrogen وأصلها في الألمانية حسب هس البخ اللي هو تكلم عليها potential hydrogen برضو بي اتش 7.4 قالت كلاين وقلتلك عمرك سألت روحك هو ليه جسم بتاعنا السوائل بتاعته الكلين 7.4 جاوبتها حتى دي فكرنا فيها جسمنا لا ينتج غير أحماض الميتابوليزم ما بيطلعش غير أحماض فعدم هو بينتج أحماض يبقى لازم نبقى مستنين بسوائل الكلين 7.4 refractive index التير زي الأكاسيومار مية 1.33 كل واحدة منهم سؤال msq طيب وبعدين مكونات التير 90% منه مية وحاجات أخرى بس أنا يهمني أني فيها 1% ليه ليبت هقول لك حاجة ليه بدي زيت زيت يعني تزيت يبقى نزول الجفن وسعوده سريع جدا تخيل خدت بالك أن احنا بنعمل blinking يعني بنربش 10 times في ديئة وإن أنك إما بتنزل الجفن ده معناها أنك بتشت off العين من الرؤية الخارجية ومع ذلك عمرك لحظت أن الرؤية انقطعت لا لأنه بينزل وبيطلع بصورة فائقة الصورة بيطلع قبل من طباع العين يكون راح من الصورة الأولينية فبتبدو الصورة متصلة هنبقى نتكلم عنها دي بسبب ظاهرة رائعة اسمها الـ ان الصورة بتاخدها وتقعد الإشارات العصبية ماشية بعد انقباء الصورة الفترة وبيزة جدا اللي الفترة اللي بينزل فيها الجفن ويطلع تاني فلا تلحظ على الإطلاق اختفاء الصورة لأنه بترجع الصورة قبل ما يكون خلص الـ يبقى لازم ينزل بسرعة جدا ويطلع بسرعة جدا يبقى لازم بقى فيه زيت للتزيت عشان يتحرج بسرعة عشان كده فيه ثلاثة واربعة بنقفل في حالتين بنقفل خمسة نخلص منها سهلة وإحنا نايمين بنقفل المحل during sleep وبعد نمر بعض بنقفلها في آونة أخر types of closure of eyelids بنقفلها في ثلاث أحوال blinking يعني قلنا إن إحنا كل شوية بنربش blinking البلينكين ده أول نوع فيه reflex protective لو فيه مؤثر باللمس tactile أو بالرؤية optic أو بالسمع auditory فيه حاجة المؤثر ده حسن فيه حاجة تتهدد العين تروح قفلة طب بنبتدي بالتاكتايل لو أنا لمست القرانية بتاعتك الكورنية بتعمل إيه أو حتى الرمش بتاعتك بتروح قفل عينيك وبشير العين واحدة بتقفل اتنين ده اسمه corner reflex هناخده في قوانين يبقى ده اللمس يبقى حمال العين من حاجة بتلمس العين ممكن تضير optic لما بنركب السيارة بيقولك من فضلك لا تستخدم الهاي بيم اللي هو في عربياتنا الضوء المبهر عشان لقصادك يشوف عشان ما عاملش حدس لو واحد اداك الضوء المبهر عشان تحمي عينك من هذا الضوء بتروح قفل عينيك shining bright light ده يسموه desert reflex desert reflex طب لو ماشي في الشارع ولاد ولد شط قرة والقرة جاية صوب عينك قبل ما توصل عينك مفيش لمس هنا هنا رؤية مش زال اللي فوقيها لقى القرة ما وصلتش لس بتروح قفل عينيك moving object يسموها منيس reflex طب لو سمعت صوت انفجار وانفجار هانتق عنه شظايا تلاقي كل الناس قفلوا عينيهم ده فيه reflex زيادة وروح قطت ايديه على بماغه مغطي عينيه ده auditory شوف العظمة الالهية العين عليها حارس reflex يحدث لما حاجة تتهدى للعين سواء كانت باللمس زي corner reflex بالرؤية زي دازل الضوء المبهر والمنس moving object أو auditory southern loud sound بنقفل عينينا spontaneous قلنا عشر مرات تقريبا في الديئة بنقفلها ليه عارف ليه بنقفلها ونفتحها فكرت انت عشان رؤية تبقى حلوة الازاز في البيب بتعمل في ايه بننظفه كل جبوع مرة في ناس مرة كل يوم اللي فاضية احنا بقى ربنا بينظف لك الازازة بتاعتك عشر مرات في الديئة ينزل الجفن ينظف الازازة ويطلع سبحان الله في خلقه شيء رائع ادي ليه بنعمل spontaneous blinking وايه وكملتها لك انه وراء الخلق خالق انه بينزل وبيطلع بسرعة فائقة قبل ما يضيع الانطباع بتاع العين بالسورة السابقة فتلحم معها السورة التانية فيبدو الرؤية متصرة باية العظمة دي سبحان الله تاني حاجة في voluntary winking يعني دي قلة أدب تغمس بعينك voluntary يعني تغمس لحد مش هقول مين لحد ده لاحظت ان يوجو معظم الناس يقدر يغمس بالعين الشمال بس ما يغمس باليمين معظم الناس الشمال عارف ليه لانه عمل قبيح عشان ما تنساش مرتبط بالليفت احنا الليفت في مفهومنا ده الخير ولا الشر الليفت ده الشمال لما تبقى حاجة غلط يقول لك رايح شمال تجه شمال يبقى voluntary winking ما تنسهاش بتبقى غالبا بالعين الشمال اللي بقى يعرف يغمس يمين والشمال ده يبقى ضائع خالص نيجي دمنا ثلاثة بليفارو بليفارو اللي هو الليد اللي هي بليفرايت سعني اتهاب في الاي ليد دي لما يبقى في eye injury وكلنا عارفينها وكلنا مر بينا في الساعة تدخل في عينك شعرة أو رملة لو قعد الجفن طالع نازل هيعور هيشرط القرانية فعش كده او قدام في جسم غريب في العين لحماية العين من ان الجفن وطالع نازل ياخد الحاجة دي ويعور بها القرانية تلاقي نفسك على طول روح تقافل عينك كده زار عينك بالتعبير المصري بتاعنا تقفلها قفلة جمدة كده لحد ما حد يجي يشوف لك الحاجة دي ويطلعها وتنظف اجل protective mechanism of the eye يبقى تاخدهم posterior بالبوني orbit والأنتيرور بالأي ليد مع بعض F للأي ليد مع النوم وفي قوينة اخر مع بعض ثم الدموع MSQ لحد الوقت ما عملناش ولا سؤال نظري نيجي بقى ناخد العين من قدام الورا نبتدي بال cornea القرانية ده القرانية برضو معظمها MSQ لا ما فيش فيها نظري الفكرة كان الاتي العين فيها four refractive interfaces يعني أربع سطوح انكثار سهل هو في حاجتين يوجد شيئان شفافان بيمر فيهم الدق القرانية قبل القرانية قبل القزحية القرس اللي هو في معظم المصريين بيبقى بني ويسود وفي الخواجاب بيبقى أزرق واخضر وقولك فاخرة المعلومات العامة ما فيش بيجمنت أزرق واخضر ويسود وبني هو نفس البيجمن اختلاف التركيز هو الذي يؤدي لاختلاف اللون كانت هذه فقرة المعلومات العامة والهلك بطريقة ألطف لما يبقى البيجمنت أكثر تركيزا يديك اللون البني أو الاسود وفي الحالة دي الايرس يبقى وظيفته أحسن لأنه بيمنع مرور الضوء إلا من خلال البيبلي ده وظيفته يعني يبقى الوظيفة رائعة وإن كان الشكل أقل بلما في الخواجات أخضر أوازع البيجمنت أقل يبقى وظيفته أقل بيمنعه بس ما بيمنعش جل يسود البني بس الشكل أحسن شوف العدلة اللي هي يعني الناس ده هم وظيفة وشكل أقل وناس وظيفة أقل وشكل أكتر كانت هذه فقرة المعلومات العامة فالضوء بينكسر في عدستين عدسة قبل القزحية اللي هي القورنيا لها انتيروسيرفس وبستيروسيرفس عدة معايا وعدسة اسمها لينز حتى اسمها لينز بعد القزحية وراء القزحية وراء الايرس برضو فيها انتيروسيروسيرفس يبقى دول سطوح الانكسار الأربعة لو سألك فيهم في الامسكيو اللي في العين بتدي ما هي وظيفة الكورنيا احنا أكشري في العين عندنا عدستين يا شباب عندنا القرنية مع الأكيا سيومر مع بعض عاملين عدسة أهي أحب أوريها لك حتى تاني نرجع على رسمة دي أهي انت عندك في العين عدستين الكورنيا اللي أنا بشير عليها تجذر ودي أكيا سيومر يمكن اعتبارها عدسة واحدة يعني القرنية الكورنيا بالأكيا سيومر أهي شكل عدسة أهي وقلنا عشان كده حتى ربنا خلى بتاعهم قريبا بعض أن الأكيا سيومر أكوى أكوى يعني مية 31 والكورنيا قريبة 31 فده اللي خلهم يشتغلوا كسطح انكسروا وفي عدسة وراء الأيرس اللي اسمها اللينز دول العدستين العدستان الرئيسياتان في العين اللي هما الكورنيا مع الأكيا سيومر لوحدها متعملش عدسة العين لما تبقى ريلاكس يبقى قوتها كم ده بطري يا أولاد 67 ده واحد يقول لي ما عندكش طريقة تذكرنا بها عندي طريقة سهلة في مصرنا العزيزة حصل ناكسة ناكسة اسمها ناكسة كم 67 لما العين تبقى في حالة ارتخاء مش شغالة السيرية لمصر مش منقابدة العين مرتقية تماما تبقى قوتها 67 لما البلد تبقى في حالة ارتخاء ومش شدة روحة تحصل ناكسة 67 كده مش هتنساها طيب مين العدسة الأقوى في العين الكورنيا مع الأكسيومر 45 دوكتر واللينز اللي اسمها لينز 22 دوكتر تجمعهم يجب 67 برضو مرة اخرى العدالة اللي هي الكورنيا مع الأكسيومر هي العدسة الأقوى 45 لكن لا تتغير اللينز اللي اسمها لينز هنا اكتوبها خطأ يا شباب هي العدسة الأضعف لبصلح للTDS معلش الورق بكتبوا لكم في العجالة ف هي العدسة الأضعف 22 دوكتر بس بتقدر تغير قوتها لما تيجي تقرأ ممكن تزيد كمان 14 دوكتر وانت لسه مولود وطبعا كلما العمر يتقدم قدرة اللينز على تغيير قوتها وبالتالي على القرية بتقله عش كده بنلبس ننظرات لما بننظر يبقى دي معلوبات مهمة جدا في الـ MSQ يا شباب يبقى نقول تاني نقول تاني ال وظيفة قوانية للكورنيا إن الكورنيا 45 دوكتر اللي هو يمثل قد M67 تقريبا 2 thirds ده طريقة تانية في الأسئلة ما طبعا لما نقول 22 اللينز يبقى تقريبا الكورنيا قدها مرتين 44 قد 22 مرتين فالكورنيا بتعمل 2 thirds the optical part of the resting eye ما حدنا resting eye قويتها كم قويتها 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 47 دوكتر resting eye القوة بتاعتها 47 دوكتر طيب أنا بس أغير ثانية يمكن صورة قواتها يا شباب فنغير عشان focusing mechanism بتاعي بكويت يبقى الكورنيا هرجع تانية على الصفحة مور أكرت نطيق بس وضحت الصور الحمد لله يبقى بنحاول يعني مع الإمكانات البسيطة اللي عندنا يعني نحصل على أحسن results فأول وظيفة إن الكورنيا تجدر ويدعا كاسيومر بتبقى 2 thirds ال optical اللي 45 دوكتر the resting eye إيه السبب بتاعها قلنا حقتين إنها high degree of curvature يعني كل من العدسة كانت أكثر تحدبا بتبقى قوتها أكتر الدامتر بتاعي لو خدت اعتبرت الكورنيا جزء من دايرة فالدايرة دي الدامتر بتاعها 11 مليمتر 11 مليمتر وطاني حاجة وطاني حاجة إنها عندها high refractive index اللي هو 31 اللي هو arrive close to that of a consumer تاني وظيفة للكورنيا إنها بت protect delicate inner eye structure دا سؤال مهم في الشافر بت protect delicate inner eye structure أول حاجة من بره في العين هي القرانية وضن الprotection في حاجة اسمها cornea reflex لما أنت بتلمس القرانية في عين بتغلق العنتين مش عين واحدة دا اسم cornea reflex فكل reflex في الفيجن يا شباب لازم تعرف للأفرن والإيفرن والسنتر تعالي أنا أقول لك حاجة يعني تجميعة جميلة جدا كل السنتر ستاعة ال eye reflex خد التجميعة دي من العبد الله في الميب برين موجودين في الميب برين يعني لما يقول لك أي سنتر في ال eye في ال reflex تاعة ال eye يقول ميب برين نيجي الآفرن والإيفرن تعال نفكر ليه نحفظ إحنا قال لنا الزملاء الأفاضل بتوع الأناتومي إن ال eye السنسوري بتاعها هو التريجامر الخامس وإنه له ثلاث أفرع عشكاس متريجامر الجزء اللي بياخد العين وال forehead والقورة اسمه وإفثالمك وبعدين اللي بعديه المكزيلري وبعدين اللي بعديه المنديبلر المهم في الخلاصة يبقى الأفرنت العين جزء من الفيس يبقى 100% هو التريجامر الخامس طب والإيفرنت أنا بقى في العين الاثنين بقى عصب من الموتور نيرفو بذا فيس حتى اسمع على مسمى فيش يل اللي هو رقم سبعة يعني يعني ايه بقول مش عارف مش عارف ايه الأفرنت هو السنسوري نيرفو تعل فيه السبعة والإيفرنت هو آسف الخامسة والإيفرنت هو الموتور سبعة سهل هنا فيش سؤال صعب عاوز ركز فيه دلوقتي بصري من فضلك دلوقتي لو أنا لمست العين بقى في الاثنين تمام لو أنا لمست العين ما قفلتش هر واحد تفتكر القليق والأحسن يبقى لعيب في السنسوري نيرفو بتاع العين ده وعش كده هر واحد قفلت أو في التوموتور بتاع العين تين يعني بالعقل كده يبقى غالبا الليجن في نمرة خمسة السنسوري بتاع العين اللي لمست معاين وهي دي اللي ما حسيتش فما قفلتش العين لأن صعب يبقى الليجن في التوموتور نيرفو تعال عينتين ده معناها بقى ان عندك برين تيومور قد كده عشان ياخد اتنين موتور يبقى ما فيش عين اساسي يبقى عمات إنما لو أنا لمست عين قفلت عين واحد يبقى مين لم يحسيت يبقى العين في الموتور بتاع لي ما حسيتش تاني يبقى الأول عين قفلت الإجابة النظرية مش الواقعية يبقى إما البوظام ما ما فيش فليكس خالص يبقى البوظام في الافرنت او الافرنت في الخمسة او في الاثنين سبعة خمسة بتاعت العين او واثنين سبعة مين القليق ان يبقى العين اللي تلمس خمسة بتاعت العين لان الصعب يبقى انها حسيت الاثنين موتور بايزين اثنين موتور بايزين في الانتين يبقى برين توم كبير قال انما لمست في عين قفلت يبقى مين المين حسيت بلعين في عين استجابة طب العين ما استجابتش اللي بايز بتاعها هو الموتور بتاع العين اللي بايز طيب نرجع نيجي بقى الكوزيس أوف كورنيال ترانس بيرانسي ده سؤال شافة مهم او ازباب شفافية القرانية تعزى شفافية القرانية الاربع ازباب واحد انها ايفس كولار مفيش فيسلز لان تخيل لو القرانية فيها فيسلز يعني مشي فيها لون احمر كنت هتشوف الدنيا على رأي سعاد حسني بامبي هو انا جنبك وانت جنبي يبقى اول حاجة انها ايفسكور فيه طبعا نقص فيتامين معين في البيو هيؤدي الى من ضمن اعضاء فيتامين بي طيب السؤال هنا داخل السؤال طب هي ايفسكور بتاخد النيوترينز تاعتها من اين فكر من كل فجن عميق من كل حاجة ممكنة قصادها فيه تيرز تاخد العزام التير جوارها فيه اكاسيومر من الهوى ايفن بتاخد الابشن الهوى الاكتوسفاريك اير ومن الكنجنطايفل فيسل محوطة لها يعني من قدام تيرز من وراء اكاسيومر من الجناب من الكنجنطايفل فيسل وإيفن بتستخد بالهوى ده سؤال داخل سؤال طب هي ايفسكور بتجيب الاكسجين من اين هدين والتلاء تاني حاجة للنير لازم بيقى فيها نير عشان تحس عشان تعمل بس اختار تختار الثيك مالي نيتد ولا الثيم مالي نيتد ولا الام مالي نيتد حتى يبقى ليه العين القرنية شفافة مفيش ومفيش مال يبقى الاتنين مفيش نيجي بقى الكورنيال فايبرلز اللي هي الخطوط او الالياف بتاعت القرنية او الشعيرات بتاعت القرنية انا فكرت في الحكاية دي هو ليه الازاس شفاف لو بصيت تحت الميكروسكوب هقول لك هو ليه شفاف هتلاقي كل الالياف بتاعته يونيفورب نفس السمك متوازين على ابعاد متساوية طب فين اهم النقطة لسه متعليتش يبقى الالياف متوازية متساوية على ابعاد متساوية والمسافة والمسافة ما بين كل فايبر والتاني اقل من الويف لينث اف لايت الديستانس اقل من الويف لينث اف لايت الطالب قال لي مش فاهم فاهمنا يعني ايه المسافة ما بين كل فايبر والتانية اقل من الويف لينث اف لايت دي تفيدنا ازاي اقول هلك بمثال من الحياة ودائما ابدا بقول الفيسيولجي كما الحياة في سباق اللي هو قبز الموانع بتشوف السباق ده المتسابقون بيجروا وبعدين بينطوا فوق الحواجز فوق الحواجز وبسرعة فائقة بحيش ان انا بتخيل لان القبز اكتر من الحاجز كأن ما فيش حاجز خالص بينطوا فوقهم كأن لا يوجد حاجز يعني اتخيل لو نجح المصور ان يقفل حاجز يبدو الناس دي بتجري عادي خالص ما كانش في حاجز اساسا نفس الفكرة هنا زي ما ده اسمها لك ان الويف لينث بتاعت الضوء اكبر او المسافة اقل من الويف لينث بتاعت الضوء خلت الضوء يعبر الفايبرز كأن ما فيش فايبرز كأن صباق حواجز شف الروعة في الخلق الي اوعى تنسلي الديستنس بتبقى مكتوبة خطأ يا شباب اقل غير العلامة اقل من اللايت ويف لينث معلش احنا مع بعض وفيشهاد اخطاء بسيطة لان طبعا انا بحضر الكلام ده ببقى شواء امكان ما عنديش وقت راجعه تاني بسرعة ساعة الوحب امخه في اللي هعمله بعد كده انما مع بعض هو بنصلح خليها دي بالعكس الديستنس اقل من الويب لينث وفي لايت زي ما هي في الرسم طب ايه اللي بوض الشكل ده عش كده واخدهم مع بعض ان يبقى فيه مية المية دي هتانترفير مع البراليل الرينجمنت اوف فيبرز عشان كده الكورنيا دي هيدريتت فيها كمية ليلة جدة من المية تدفع فلوس عشان ترمي المية المية بتتاخد منها بطريقتين بتتشفت من القرانية بالاسموزيس وبندفع فلوس الاسموزيس ده باسد ده نوع من انواع الديفيوجن باني نرمي سوديوم عن طريق السوديوم بتاسيوم بامب والسوديوم ياخد وراك لورايت والسوديوم كورايت ياخد وراك مية تدفع فلوس عشان ترمي مية ما فيش حاجة اسمها ترمي مية لازم يلقى اول ترمي سوديوم اكتف سوديوم بتاسيوم بامب وراها كلورايد نيجاتيب وراه سوديوم كلورايد يتخذ مية ندفع فلوس غير الاسموزيس في فلوس سوديوم بتاسيوم بامب وإلا هيبوز البرال الرانجم في ناس بتغلط طالب قال لهم بقى ايه او زميل فاضل اصغر سنة حاب سألها لقى الدكتور ناجي بيقول خلهم تلاتة نوحد زائد اتكلم بقى على توزيع الفايبر ان هما متساوين في متساوين في الابعاب متوازين والمسافة اقل من الطول الموج للضوء فخلها نوطر انا بقولش هذا الكلام قلت الكورنيال دي هيدريش مية ليلة احب الدقة هنا بقى عدم الدقة هو خطأ خطأ تفتح هدنك علمي ان هي فيها مية وعقائدي وعدولي عقائدي ازاي مش ربنا عمل كل شيء حي من المية كل شيء حي من الماء يبقى ازاي الكورنيال تبقى حي وما فيهاش مية فلو قلت ما فيهاش مية يبقى ليس بخطأ علمي فقط وانما بالاضافة الى ذلك فهو خطأ عقائدي فبليز تقولها زي ما الدكتور ناجي كتبها لا يسل لا يسل لا يسل لا يسل وتتكلم على الفائدر سودومتاسيوم ويبقى شوية بفلوس شوية بلاش ومتنساش من فضلك صلح لدي او تبقى فاهمة ان الديستنس اقل اهي الرسمة من الويف لنظر ناجي بقى يا شباب الى درة هذه الحصة الصفحة ما قبل الاخيرة وهو الاكاسيوم السائل المائي في العين وليه هو ده مهم مش عشان انا بقول ده بيجي التير في النظري وفي الامسكيو لا هو مهم لانه مهم يعني برضو بحب اقناعك الموضوع مش عافية يعني انا حافظ الاسئلة يعني ايه انا حافظ الاسئلة مش حاوز حافظ هم يقول لك واحد انا طبعا حافظ بس الاهم فاهم اكثر مني حافظ ليه السؤال ده لازم يبقى مهم لان الاكاسيوم ده لما بيزيد ضغطه بيزيد اسمه جلوكوما ما يزار احد اللي هو ده اهم سبب للعمى في العالم زيادة ضغط الاكاسيومر وعليه يبقى الاكاسيومر ده من الموضوعات المهمة جدا هو مش مهم عشان في الامتحان هو بيجي في الامتحان عشان هو مهم في الحياة فانا بالاضافة ان انا عارف الاسئلة فانا عارف هي ليه مهمة فنبتدي بالاكاسيومر عندي سؤال الاكاسيومر وعليه موضوع اللي 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 هو المال الزب وهننهي بذلك بإذن الله ادي الاكاسيومر باي ديفينيشان مش مهم او ديفينيشان عمره ما بيجي بستبقى عارفه اللي يحب أقول موضوع متصل هو المسافة من اللنز الى الكورنيا الايرس اهو بيقسمها الورثوطين anterior and posterior chamber فممكن اقول الفلود قدام اللنز يبقى بيشمل two chambers او that feels the posterior and anterior chamber it's clear alkaline fluid clear alkaline fluid يبقى عارف كل الفلود زي عندنا alkaline ليه لان الميتابوليزم لا ينتج الا احماط نقطة التانية الورميشان دي بتيجي بقى سؤال نظري موما بدقيش كل الايتم كتير اوي يعني انت لو بصيت عندك الايتم هتلاقيهم ستة لا هو بيختار حاجات معانا الورميشان السيركوليشان الفانكشن ادي التاتري بيجي لا وزيع سران فورميشان بتعمل بالسيلة لبروسيس لو تخيلت الرينج تخيلت الرينج اللي هي السيلة معنا قلت ورا الايرس في رينج اللي اسمها السيلة المتعلق في رصال لينز ففيه هنا بروسيس طلع منها بتعمل بيها ابيثيليا مفهاش بيجمين لا عوش تحدد اكتر بس سيلة البروسيس النام بيجمين ابيثيليا ده بيتعمل ازاي سيلة النام بيجمين ابيثيليا الشكلات بتعمل بفلوس اكتف ترانسفورت برضو ميا قلتلك القصة التعلى بفات مفيش حاجة اسمها تاخد ميا كده على طول مفيش كلام الاول تعمل سوديوم بتاسيوم بام وطبعا بتحتك طاقة سوديوم بتاسيوم اتي بيز عشان يكسر الدي بي فاكر شرحناها في الانترو داكشن سوديوم بتاسيوم بام طب خدت سوديوم تلاتة واثنين بتاسيوم امين ناحية فيها اكتر سوديوم يبقى كورايدل والبيكاربونيت النيجاتيب يبقى السوديوم وراها يبقى المية حتى مكتوبة الترتيب مش عاجبني برضو في عجالة الاول سوديوم بوتاسيوم ثم كلورايدل وبيكاربونيت ثم ماء دا الترتيب مش الترتيب اللي أصادر سوديوم والبوتاسيوم وراهم الكورايدل وبيكاربونيت النيجاتيب وراهم المية بالاسموز هنا بقى عاوز اكتركز على حكايات البيكاربونيت هدام الموضوع في بيكاربونيت البيكاربونيت عمره ما يتكون في الجسم غير بمساعدة انزاين اسمه كاربونيك انهدريز عشكدا حططولك بالأحمر برضو هو مش مهم لأنه بيجي في الامتحان والدكتور نايع نحافظ الأسئلة لا مهم لأنه مهم لأنه لما ضغط العين يزيد أحد طرق علاجها إن أنا أقل الفورميشن فأدي دراج يبوز الكاربونيك انهدريز اسمه ده موكس عشان كده مهم جدا لأنك تعرف أن تكوين الأكاسيومر يحتوي الكاربونيك انهدريز أو يحتاج إلى كاربونيك انهدريز بقى فيه 2 إنزايمز محتاجينهم سوديوم بوتاسيوم إتيبيز لأنه ده اللي هياخد السوديوم ووارا الكولرايد ووارا الميا وده ملوش ملوش أهمية كلينيكية مهم جدا أكاديميا ده كلينيكية ملوش قيمة لأنه ما عندناش حاجة بالبوازو عارف ليه عندنا لأنه لو بوازناها بواز السوديوم تاسيوم في كل الجسم هتبقى مصيبة زي ما قلتلك مفيش سوديوم تاسيوم يبقى السودي يتجمع بوها الخلايا الخلايا تشفق ميا سويل وتنفاجر مش شرح والسلام مش هي دي انزيمات يلا نجمع الانزيمات في احنا بندرس عشان نبقى طباء يعني صوب نظرينا all the time ان احنا هنبقى طباء فين الأهمية الكلينيكية ودي سويل بيجيبوا الأسئلة بيزد على الأهمية الكلينيكية هنا ولا أزيع سرا ما بيقلفوه وش أسئلة عندنا ما عندهمش المقدرة دي بينقلوها as is والحمد لله اللي بيعملوا كده فماشيين ورا الخط الصح هنا الناس فهم الأسئلة يجب تيجي فين فهم ماشيين وراهم بيقالوا الأسئلة وينش زكايف رأس عشان كده احنا عارفين كل الأسئلة يبقى فيه 2 enzymes مهمين لعمل صوديوم بتاسوب يرمي صوديوم ورا كلوريد ورا ماي يبقى خلاص قدل أكاسوم لو دام الموضوع فيه بايكرميليت يبقى فيه كاربونيك الهديس يبقى العاوز يقل الفروميشن مش هدي صوديوم بتاسوب اتيباز انهيبتور للي كده هضاع الجسم الصايد ايفكت إنك تموت إنه ما فيش صوديوم بتاسوب في كل الخلايا يقعد الصوديوم يدخل دول الخليجة جواها يشفق ميا الخليجة تنتفق تنفجر كل خلايا جسم يبقى هندي كاربونيك الهديس انهيبتور عاوز ناس فهم مش عاوز حفظ طيب النيوترينز لازم بقى فيه النيوترينز للأكاسيومر ليه لأن الأكاسيومر أكشل هو السيركوليشن بتاعت الكورنيا واللينز مش احنا قلنا الكورنيا واللينز أفاسكور طب مين هيجب لهم النيوترينز ويرموف الويسي مين هيقوم مقام الجهاز الدوري في الحتة دي لازم جهاز دوري يحتوي سائل شفاف اللي هو الأكاسيومر لو بصيته الأكاسيومر بيغذي الكورنيا قدامه اللينز وراء شفاف عشان لا يعط مروض ضوء يبقى لازم يجيب لها نيوترينز جلوكوزو أمينو أسد جزء منهم بيجي باي فاسلتات ديفيوجن من التركيز العالي الأقل في الجسم لك لو محتاج أكتر محتاج اكتف ترانسكورت يعني أول كمية هتاخدها بالفاسلتات الديفيوجن لأنه قلت طول عمرو جلوكوزو وعمينو أسد مش سيمبل ديفيوجن عاوزين كاريار لتنين دول حاجات غالية سكر وعمينو أسد لحمة عاوزين كاريار فاسلتات ديفيوجن لو محتاج أكتر يبقى يبقى زود تركيزهم عندك أعلى مما هم عليه فيه الدم يبقى لازم اكتف ترانسكورت يبقى كاريار فاسلتات عاوز كميات أكتر اكتف ترانسكورت ده سؤال مهم جدا ولا تنسى انه بسيليا 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 بالنون بجمانت بسيليا نيجي الكمبوزيشن هو فيه حاجة اسمها بلود أكاس باريير أدام فيه باريير يبقى لا يمكن يبقى تركيب أكاس يوم يبقى تركيب البلود بالزبط فيه حاجات أقل وحاجات أكتر في الأغلب هو أقل في جلوكوز البروتين ويحتوي مور سودوم كورايد أندلكت طبعا ليه هو أقل في جلوكوز البروتين عشان بيستخدمهم الكورني واللينز بيستخدموهم فيبقوا لا يليه والسودوم كورايد ليه أكتر اندي اللي هتشفط المياه بأس موزيس أنا بقول بطريقة حتى سهلة في الحفز الفيسولجي كمال حياة مين الحاجة الأرخص اللي موجودة بكاثرة في كل البيوت المالح سودوم كورايد ومين الحاجات الأغلب اللي موجودة أقل أقل السكر واللح بس فتكير يبقى الأكتر كمال حياة يحتوي جلوكوز وبروتين أقل ولكنه يحتوي مالحاق نيجي بقى يبقى أول سؤال كان بيجي قلت من ست لغة بيجي منهم ثلاثة بس الفورميشن وشرحنات تفصيلية نيجي السيركوليشن الدرينيج الدرينيج لازم إنت لو قلت لها يجي سيركوليشن يعني تتعمل وتبقى درين تتعمل وتبقى درين بس اللفة اللفة بتاخد يعني في السيركوليشن العادية لو حسبنا الهارت ريت خمسة وسبعين يبقى اللفة بتاخد أقل من الثانية أو ضربة القلب يعني هنا بتاخد ساعة ونص لساعتين عشان تغير الأكاسيومر تترن أوبر بتاعه ساعة ونص المهم أنه بيتعمل ويتاخد ويتعمل ويتاخد تغير لأنه سيركوليشن بس اللفة ساعة ونص لساعتين طيب ده ده سؤال صعب درينيج لأنه لاستحفظ سبع حاجات طب تقول لي ما تساعدني بطريقتك طبعا هساعتك هنقسمه قلت العقل البشري ما فيش حاجة اسمها سبع مش هيجيب سبع عمر أقصى حاجة ربعة لشان كده التليفونات هنا عشر نمر لازم يقولوهم تلاتة تلاتة ربعة خلق بيزد على إيه مش هم ما بيقولوهم كده بتوع السايكوليجي في عامهم كده فأنا بستغل تدريسي للسايكوليجي وفهمي للسايكوليج ده سيحك لو أنا قلتك السبع عربعة عمرك ما نقولهم إنما أناiseenقلهم لك تلاتة تلاتة واحد أول تلاتة سهلين جدا 즈 الفليويد يتعامل هنا من السيلي نبص wollt معنا على شي guerre الليزر يتعامل هنا من السيلي ينتقل من البوستيريث شيمبر عبر البوبل للأنتيري يبقى هاي ده أول تلاتة بوستيري armies بوبل أنتيري شيمبر دول السهلية posterior chamber pupil anterior chamber ثلاثة جيين صعبين الفليوود هيتتجه للأنجل اللي بتفصل آيرس من الكورنيا يبقى يسموها اي دي فاق ايريدو كورنيا الأنجل أنجل ما بين آيرس و كورنيا يبقى يسموها ايه ايريدو كورنيا الأنجل بعدين ندخل في شبكة كده اسمها ترابيكولر مشورك يعني تخيل هنا في شبكة هي طبعا رأسنا صغيرة شوية بس اهي شبكة لذلك يسموها في كتب اخرى اسم اخر تخيل انت الفليوود دخل في خروم رفايا على الشبكة دي بيطلع مندفع كما النفورة ففي كتب اخرى يسموها فونتانا سبيسيز يعني ليها اسمين يا ترابيكولر مشورك يا فونتانا سبيسيز ثم كنال أوفشلم دون التلات اسماء الصعبة يبقى ايريدو كورنيا الأنجل أنجل بين آيرس و كورنيا ترابيكولر مشورك و فونتانا سبيسيز ستلاقيها في بعض الكتب كده و في بعض الكتب تاني ثم كنال أوفشلم واحد يقول لنا هنسك كنال أوفشلم دي دي صعبة ده اسموا شلم دهودي اقول هلك اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية لأنهم جنب بعض فشلم من مشتقات كلمة سلام لاحظ شلام شلوم شلم يبقى هيدخل في قناة السلام بس كده مش هتنساه ده ريشتو بلايف بس بالعبرية كنال أوفشلم مش سلام بشين هما تماني كنال أوفشلم طب أي سيركوليشا لازم تروح فين في الآخر برا العين فوق اللي سكيلا فنمرأ سابعة الليه اللوحدية اي بي يعني فوق اي بي سكيلا الفيد بس رسمولها قلون ده اي بي سكيلا الفيد ما هو اي بي يعني فوق حتى اي بي ثيليام ناس كتيرة بتحفظها فلسطولجي مش فاهمها ثيليام يعني خلية اي بي ثيليام يعني خلية عجوية عشان كده تملي في أي شريحة في الستولجي بتاع الإبيثيليم فوق إبي يعني فوق إبينافرين اللي هو الأدرينالين بيسموه إيه إبينافرين طالع من فوق الكالية فوق النافرونز فيسموه إبينافرين فهموا ترمينولوجي هاديك ترمينولوجي كافيك مفيش حاجة مش هقول جات من إيه حتى لو اسمه واحد هنشوف أصله إيه ده يلا نقولهم السبعة تاني بسرعة تلاتة تلاتة واحد ما تاخدهمش السبعة ربعض عمرك ما هتلقطه أول تلاتة سهلين بوستيرو تشيمبر بيوبل أنتيرو تشيمبر تحافظوا الخدات هلي بعديه أيريدو كورنيا الأنجل الأنجل بين الأيرس والكورنيا ثم الشبكة دي الترابيكولار مشورك هيبقى زي النفورة فهيسموها سبيسيس الفونتاني فهمتك ليه الإسم ده وليه الإسم ده خروم رفاعة تندفع فيها مياه كتير تطلع زي النفورة ثم قناة السلام كنال أوفشلام يبقى دول تاتا الصعبين أيريدو كورنيا الأنجل ترابيكولار مشور كنال أوفشلام أيريدو كورنيا الأنجل ترابيكولار مشور كنال أوفشلام بعد نطلع برا العين اللي هو في إبيسكلييرال فين نكمل الريتوفورميشا بيتعمله بمعدل 2 ل 3 مايكرو ليتر برمينت معلش ده في حاجات كتيرة كده دي آر يا شباب نيلي 3 مايكرو ليتر برمينت الحقيقة الصفحة دي غيرتها لإني لقيتها حتى أنا لينز مكتوبة غلط هي بالإس لإنه غيرتها بسرعة قبل ما بتدي المحاضرة لإن لقيت الخط صغير الريتوفورميشا بقيت الخط صغير قوي فأنا حافظ عليكم بس كده بتافي عجلة لكن هاي كل حاجة بنصلحها مع بعضها مش مهمة الاسبالينج يعني أنا بقول بو لك نيلي 3 مايكرو ليتر برمينت الفوليوم الأنتيرو تشيمبر فيها 250 مايكرو ليتر البوستيرو فيها 60 يبقى مجموعهم 310 مايكرو ليتر تيرنو أوفر بيتغير زي ما قلنا كل ساعة ونصف لساعتين دي أتبارها فاقر ما مجيش يعني صعب لو جات تنم على إن اللي بيجيب السؤال مش فاهم الأهمية بيجيب أي حاجة بقى بس هاي كل حاجة موجودة الريلاتفتو بلازما هي زي البلازما بس سلايتلي هايبرتونيك فيها شاك ملحة أكتر ما احنا قلنا فيها سوديوم كورايد أكتر وعشان كده كان فيه سوديوم تاسيوم بامب لما تجمعها ما احنا عاوزين ناس فاهمة يعني السوديوم تاسيوم بامب بيحدث from lower to higher عشان كده هو بامب يبقى لازم تبقى أغنى في السوديوم كورايد طب وعشان كده لما نيجي في الكمبوزيشن لقيها أغنى في السوديوم كورايد يبقى هايبرتونيك يعني واخد بالك نقطة تقدي للتانية تقدي للتالتة مش بنقرأ كل حاجة لوحدها مش بنقرأ مع بعض هده بقول سوديوم تاسيوم بامب يبقى السوديوم هنتقل من البلازما من تركيز أقل لتركيز أعلى عشان كده حصل بامب يبقى هي أغنى في السوديوم كورايد يبقى هي هايبرتونيك شوف دي جابت دي جابت دي لما تقول لي الجلوكوز والبروتين أمانو أسيدز أقل يبقى 100% تنقله أولا بالفاستلات الديفيوجن لأنه من أعلى الأقل شوف إزاي الفهم حلو والحفظ كارسة خبر ساعات بشوف ناس بتشرح ببتأس للشارح وللطلبة فاقل الشيء اللي أعطيها شباب فانكشن زي بتي جي بقى ليه ربنا عمل أكاس يومر قلتلكم